جمهورنا الحديث في كل مكان جمهور برنامج أهل بلدي يوم جديد نتمنى مفيد سعيد معانا حلقة هامة جدا حلقة طالة انتظارها حلقة مهمة لأن تضيف مهم حلقة قوية لأن تضيف رجل خدمي من العيار السقيل فعلا بيحب الناس كلها بيسعب كل قوته أن يخدم الناس مصر أصيل متربي على شط النيل عنده حلم جميل فلازم كان ييجي معنا النهاردة ونقول له نورتنا وشرفتنا صديقنا الغالي العزيز ابن الدقالية ابن المنصورة ابن ميت علي الأستاذ ياسر عبد العاطي الشهير بأسامة عبده منور الدنيا يا صديق العزيز يا أستاذ حازم نورك يا حبيبي والله فرحان جدا ان انت معنا طبعا جدا والله برنامج أهل بلدي من البرامج اللي أنا بحبها جدا ومن البرامج النجحة لإعلام الكبير للحازم ناجح بشكرك عن الاستضافة الجميلة دي والله احنا متعودين ان احنا بنستضيف العاشقين لطراب مصر الخادمين اللي بحب أهليهم اللي بحب مصرنا اللي بحب الوطن وبيدفع عنه وبيخدموا في شتى المجالات القلوب النقية اللي بتقول قادرين على فعل المستحيل بحب وقارحية حضرتك واحد من دول كل مركز المنصورة وكل اهلية عارفة ان حضرتك رجل خدمي من تراث فريد فحق حضرتك علينا ان تكون منورنا ومشرفنا وتقول الاحلام اللي بتحلم بيها والله يا أستاذ حازم كل كلمة وكل حرف هقوله هنا في البرنامج نبع من قلبي متأكد من ده وبتمنى لبلد طبعا مصر البلد العظيم صاحبة الحضارة سبعة ألاف سنة البلد اللي احتوى كل البلاد اللي حواليه البلد الأم مصر بتمنى لها كل توفيق وكل تقدم وكل الظهار وكل كلمة طالعة من قلبنا عشان خاطر بلدنا مش عشان خاطر حاجة تانية احنا مع بلدنا ومع مؤسسات بلدنا بكل قوة بحيث ان بلدنا النهاردة محتاجة دعم الشعب ومحتاجة دعم المخلصين من أولاده انا كابن من ابناء محافظة أهلية وبالتحديد مركز المنصورة وبالتحديد قرية متعلي بوجه التحية لكل محافظة أهلية وكل مركز المنصورة ومحل الدمنة اللي هم دايرتي وأهلي وبوجه التحية لأهل متعلي اللي انا بحلم طول عمري ان انا اكون في خدمتهم اللي 24 ساعة في خدمة الناس لان ده عمل كبير جدا عند ربنا اكيد وان شاء الله ان شاء الله يكون لنا نصيب ونخدم أهل دايرتنا ان شاء الله قبل ما ندخل في الحلقة وأحلامك المشروعة اللي انت بتنادل علشانها تدفع الغالي والسمين وقتك وصحتك ومالك علشان انت حقيقها نبتدي بتهنئة جميلة كده الصديقي العزيزي الغالي اللي طبعا الاستاذ او المحامي المحترم زكريا مسعد زواج بنته بنتنا وحبيبتنا رحمة زكريا مسعد على عبد الرحمن بنقول لهم كنا سعداء جدا واحنا موجودين في الفرح الجميل رحمة وعبد الرحمن ربنا يسعدهم ويكتب لهم الخير والسعادة الدائمة هم منورين الشاشة ويا رب دايما ايامهم كلها افراح وهنى وسعادة يا رب الف مبروك بنبارك لهم ويا رب دايما في سعادة ان شاء الله بتحلم بقى ندخل في الحلقة بتحلم ايه اللي مركز المنصورة دايرتك وحضرتك كنت قبل كده مرشح مجلس نواب وبتحلم ان انت بازن الله الدائرة او الدائرة بتكلفك اصدقائك واهلك وحبيبك وما اكثرهم بيكلفوك ان انت تبقى موجود كمرشح لمجلس النواب وحضرتك بتقوم بالخدمات سنوات وسنوات وانت مش عدو مجلس نواب ما بالك لو اصبحت عدو فبتحلم بايه انا عمري في حياتي ما كنت بفكر ان انا ترشيح تماما اللي اجبرنا على الترشيح ان هو الضغط الخدمات او الضغط الطلبات اللي الناس بتطلبها مني في نفس الوقت من الاوقات ما بقيتش قادر انه لانه راجل مش متفرغ انا موظف في نفس الوقت ما عنديش الباور او القوة بتاع الكرنيه انك تدخل على مسؤول وتتكلم معاه فكان دي بداية فكرة الترشيح ان انا اكون خادم للناس او ان انا اشتغل اكتر او انجز اكتر ولما بدأت اترشح لازم الانسان يا جماعة يكون من جواه له مبادئ يعني اي انسان ان ما كانش عايش بمبادئ معينة وملتزم التزام معين مع ربنا ومع الناس هيكون انسان منافق او بيضحك عن نفسه فانا ملتزم بمبادئ معينة جواي انا في ناس بوسطاء كتير جدا محتاج الخدم انا النهاردة بقول الاهل الدايرة بقولهم يا جماعة اذا انتم بترشحوا اي انسان لازم يكون انسان متفرغ انسان مواروش اي حاجة تشغيله عنكم لازم يكون انسان متواجد بين الناس ملتحم مع الشارع ملتحم مع الناس في اعمالهم في مشاكلهم بيشاركهم افرحهم بيشاركهم اطرحهم بيكون معاهم في كل شيء لان عنينا طبعا كثيرا جدا من اللي بينجح ويهرب طبعا لا مش بيهرب هو مشغول هو مش فاضي هو مشغول عن الناس تليفونات بتتغير تاني يوم اعلان النتيجة اه انا يعني دائريتي دائرة مركز المنصورة ومحل الدمنا فيها مشاكل كبيرة جدا زي ايه اللي انت عايز تعرضه من خلال الاتش بي سي وبرنامج اهل بلدي اقول من خلال البرنامج ودي رسالة للسيد رئيس مجلس الوزراء ورسالة للسيد وزير الصح ورسالة للسيد الرئيس نفسه رئيس الجمهورية سيد عفتاح السيس بقول له مستشفى متعالي تمام مستشفى متعالي من سنة 95 قائمة خمسة اضواء فيها جميع الامكانيات متوفر فيها كل شيء خمس اضواء ايوة والغاية الان لم تشطب ولم تعمل مش فعالة طبعا من سنة 95 ساعتها الساعة بتاع المستشفى بتاع متعالي 180 سرير كانت ايامها الطوارئ 160 سرير اكبر من المستشفى الطوارئ من سورة المستشفى متعالي متعالي مزتها حاجة بتتميز بموقع جغرافي غير طبيعي بتربط خط شبرة بالدين تمام لغاية ميت مزاح بخط محل الدماء بتربط خط الملحة بالربع لغاية تميل امدي بتتوسط خط طناح من ميت محمود وميت فارس للمنصور طب نشغل انت بتتكلم في 29 سنة مشتعالي ايوه ده كارسة مستشفى اي ما المسؤولين من ده خمس ادوار شغالة تطعيم شغالة تطعيم مستشفى فيها دينامو النهاردة يخش في خمسة مليون ستة مليون دينامو كهربة فيها اصنصيرات فيها مجهزة كل الحاجات متعانى من ايام ما كانت بتتبني ومقفول عليه منجدة لوزير الصحة المحترم كل السادة المسؤولين تخدم الخط يا اسحان نظرة لمستشفى ميت عالي مركز المنصور تخدم الخط وكله شغلوها طوارئ يوم في الاسبوع شغلوها مركز كبد وهو المبنى قائم في كل شيء يا دوب اوراق تتم على خير ايه تاني عايز تقوله لان الدايرة فيها مشاكل كتير مركز المنصور لغاية النهاردة لا يعقل ان بعض البلاد في مركز المنصورة تكون بدون مي كفر ابو الشوارب كوم الدربي ميوت شرب مفيش بالدين لغاية النهاردة ناس فيها مناطق كبيرة جدا بتروح تملأ بجراك المي ما ينفعش في عهد العهد اللي احنا قائمين فيه اكيد والتطور اللي مصر بتشهده تطور غير طبيعي اه طبعا اكيد فلازم يكون البلاد دي حل انا بناشي طبعا الباش مهندس خالد وهو رئيس هيئة الشرب والصرف الصحي في الده اهلية ومن النشاطاء جدا ومشاء الله بيحل مشاكل كتير جدا ليه كل التقدير والاحترام من خلال برنامج اهل تفربوا الشوارب بالدين كوم الدربي تعاني 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 عندي مراكز الشباب هي دي اه استاذ اوساني مراكز الشباب قائمة وعدد كبير جدا من الموظفين بدون اي فائدة للقرية ايه ايه عندي مبنى ومعندش ملعب ايه عندي مشاطات ما عنديش ايه اني اعمل ايه بالمبنى والمبنى فيه عشرين او تلاتين موظف ياخدوا عشرين او تلاتين راتب الشباب اللي قاعد على الكباري واقعد على النواصي ده يروح يخرج تقطف ايه انا بطالب الدولة بانها حاجة من الاتنين يتسمح ببيع مراكز الشباب اللي موجودة داخل القرية اللي هي كمباني وتشتري بها ارض للمراكز الشباب او تشتري لمراكز الشباب ارض ملعب ايه المشكلة ان الدولة تصف مليون او اتنين مليون بس بتحمي شباب قرية كامل اكيد النهاردة انا لو بعالج اتنين بس اتنين من المخدرات هعالجهم بمليون جنيه هيكلفوا الدولة مليون جنيه صحيح يبقى انا حافظ على شباب بلدي كرة كبيرة بار العز طناح الخليج الكوم في مراكز شباب كمان عندها ملاعب ولكن الملاعب دي داخل الكرة داخل الكتلة السكنية بمعنى داخلوا الكتلة السكنية يعني ممر يعني مطشو كرة شغال وعربية معدية او اي وسيلة مواصلات معدية من داخل الملعب بيوقفوا المطش عربيات وتكاتك وتروسيكولات والمطش شغال الملعب شغال ممكن يعوّر مفي ناس بتتعوّر لان لسه بقول له حضرتك مفي ناس بتتعوّر طب ايه المانع ان اللي في الكتلة السكنية وهيجيب فلوس كتير جدا تمام ابيعه اه واشتري خارج والدولة هتستفاها خارج البلد والدولة هتستفاها وفعلا واعمل نشاط اكبر واجب رقعة زراعية اكبر واعمل فاهم ملاعب اكبر المطلوب ان الدولة تساهل على مراكز الشباب انها تاخد ملاعب برا القرية لان وجود مركز شباب جوه القرية مالوش اي فايد تمام وكملعب مالوش اي فايد ما بحدش بعرف يعمل عليه نشاط لانه واصل هو ممر شوارع راحة شارع ايوه شارع رئيسي كمان شارع ما تقدرش تمنع بالاضافة ان المراكز الشباب اللي ما عنداش ملاعب ازاي قرية زي طناح على فكرة قرية كبيرة جدا من اكبر قرى الجمهورية طبعا وما فيش فاها الغيط النهاردة ملعب ما فيش ملعب في طناح اه القهرابة بتقطع في طناح النهاردة كابل القهرابة بقطع في طناح طناح محتاجة كبري طناح محتاجة طريق النصرة يترصف طناح محتاجة حاجات كتير جدا مفيش فاها متر مرصوف مفروض تكون مركز مفيش فاها متر هي مركز مركز صراح ماشاء الله اه خلاص على قرار مركز طب المال ايه مفيش فاها متر مرصوف يا أستاذ حازم ما تعرفش تمشي في شارع مطباط وحفر ومية ضربة وصرف صح ضارب ما نفعش منهجة من هنا للجميع اه مراكز الشباب هي الانقاذ لشباب البلد اكيد ان شاب يروح يلاقي مركز شباب في حمام سباح يلاقي فيه تايكوندو يلاقي فيه كاراتيك يلاقي فيه سلة يلاقي فيه قرة يد يلاقي فيه ملعب قرة قدم يلاقي فيه اكاديمية نود ولادنا فيه النهاردة انت بتأجر لي ملاعب مراكز الشباب تأجر لي ملعبها احنا الاول عايزين نقول لجمهورنا الحبيب في كل مكان انت بتتكلم في الرياضة بثقافة عالية جدا عشان نعرف الجمهورنا حضرتك لعب كرة من فئة الكبار لعبتي في الدور السعودي فريق الشعلة لعبت في لبنان عايزين نعرف لعبتي فين برد واشنس تعرف انت بتتكلم على تورة لعبت في الشعول السعودي ولعبت في شبيبت المدرع اللبناني ولعبت في المنصورة ولعبت في طلخة ولعبت في غازل ودوميات ولعبت في شوهة ولعبت في غازل ودوميات مع كابتن ميمي شيربيني فالنهاردة انا حاسس بالشباب حاسس بالشباب الوقت اللي انت لعبت فيه رياضة بما شخصيتك أكثر حاجة خلتني إنسان إيجابي هي الرياضة إنسان طبيعي على الفطرة إنسان قيادي بتعامل مع الناس بتكلم مع الناس مانش منطوي وكل ده بسبب الرياضة النهاردة الرياضة بتبني وبعدين الرياضة بقت استسماء أنا عاوز النهاردة مصري عندها تلتمتر بعمية لعب محترم لو عندي العدد ده من اللعبة حيبقى دخل قومي حيساموا في العملة الصعبة النهاردة هو واحد لعب كبير زي محمد صلاح بيحول كم مليون دولار في السنة أنا بقى لو عندي زي محمد صلاح 100 أو 200 مفروض الدولة تشرف على احتراف الناشئين والصغيرين في الخارج ونسهل الموضوع نسهل جدا اللعب من الأهل جاي له احتراف لعب جاي له من زملك احتراف في لجنة بقية حسن شحاتة بقية فلان 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 اللعب ده جاي له لازم يمشي والنادي له 10% أو 20% اللعب رجع تاني مصر يبقى اللعب من حق النادي بتاعه اللي أسسه ما يلعبش في نادي تاني في مصر اللازم النادي بتاعه مش عاوز ويبقى فيه استثمار في مجال الرياضة إيه على كده في اليد والسيلة والسلة والطايرة والتيكوندو والكاراتيه والبنبازو كل الألعاب هيبقى عندي ألافات من اللعب البرازيل يعني تقريبا 20% من الدخل القومي من البرازيل من الرياضة احنا برضو احنا هنا بنطالب بمركز الشباب وحضرتك الرياضي له باع طويل ويشار له بالبنان النهاردة فعلا بنقول للمركز الشباب دورها المفروض يكون إيجابي ودور فعال وهنا بنذكر في مركز المنصورة مركز شباب الخيرات بنذكره بالخير بقيادة الرائع والمدع أستاذ هاني رز مركز شباب في قرية في حمام سباحة في ملعب سلاسي في صالة أنشطة في جيم على أعلى مستوى في مركز علاق طبيعي وده مركز شباب ومركز شباب وفي قرية أنا باعتبره أفضل مركز شباب على مستوى الجمهورية أنا بقول كده حالك بتحلم بدا تماما بقى التجربة دي تتكرر وتعمم وفي كل براكز الشباب هي تمت بقى يا أستاذ أسامة فما عادش في صعوبة هي تمت هاني رز تخليها تمت في الخيارية وبأقل الإمكانيات وبأقل الإمكانيات إيه المشكلة زي ما حضرتك بتقول إن هي تتعمم أي لعب دلوقتي كان هيخرج من قرية الخير روحي للمدينة المنصورة طبعا أنا أخرج ليه كل الألعاب عندي تمام كل حاجة عندي حدك بتطلب إيه تمام تعميم تجربة مركز شباب الخيري مركز شباب الخيري عندك يا أستاذ حازم مشكلة كبيرة جدا وهي الزحام داخل المدينة طيب أنا رايح المدينة ليه رايح يطلع بطاقة يطلع يطلع رخصة يأعمل حاجة في بطاقة التموين في التموين يعني أنا رايح منصورة لا لا يخدم طيب من عند الوحدات المحلية موجودة في القرى جميع الوحدات المحلية بمركز المنصورة ومحل الدمنة نعمل لهم إزالة وتجديد على مرحلتين نقسمهم نصين كل سنة نعمل نص يبقى فيها مكتب موين وضرائب عام وضرائب مبعاد وضرائب عقري وإصدار بطاية وتوسيق كل الكلام ده واعمل الصراحات محترمة للناس أنا لو عندي عشر مصالح أو خمس مصالح داخل الوحدة المحلية هدخل في نص ساعة خلصهم وامش طيب الناس اللي تعمل لهم مصالح دي كانت بتروح فين المنصورة واخذ عربيته ورايح المنصورة تكلف نفسه بنزين لا مستأذن من الشغل أو أجازة فأنا عامل زحام في المدين فطبع أنا أوفر على الناس التعب واعمل واعمل الكلام ده كله في كل وحدة محلية تخدم أهله دي حاجة حاجة تانية كبري سندوب كبري سندوب الدولة تقرمته يعني صرفت عليه فوق المليار جنيه سندوب عشان الجمهورنا يبقى عارف جزء أهم جدا مدينة المنصورة طبعا هو مدخل المدين الرئيسي إزاي أنا النهاردة على بعد خطوتين من السيد مدير المرور أولاد وقفين لبتكاتك قفلين للكبري كبري متكلف فوق المليار جنيه مش وقت تكاتك قفلينه وتكسيات بتلف على الكبري وتحمل ومكروزات بتحمل وده كل ده تحت عين يا رجل المرور اللي واقف إزاي أصلا أنا كدولة أكلف التكلفة دي وعلى خدمة بسيطة جدا إن أنا مش قادر يمشي الكبري طريق متعلي وطناح كله مخالف كله عكس السير ناس بتموت وما أدرك بالحوادث لسه أقول لحضرتك والأرواح اللي بتزهك كل الطرق كل الطرق فيها مخالف مخالف ده المخالف ده الرسمي أنا بحس إن أنا ماشي غلطان لما بامش صح لإيه من كتر الناس اللي ماشي مخالف صحيح فتاس بتموت وأرواح بتروح المفروض إن السيد مدير المرور حتى ولو موتسيكل بعسكري يمر على الطريق وإنت عندك المخالف خده ودفعه دفعه غرامة عانينا من الطرق وبرضو طريق اللي قلنا عليه طريق الموت طريق المنصورة شيربين الشرقي ده طريق الموت قلنا نظرة من المسؤولين ده حقينا كإعلاميين محتاجين كل المسؤولين في الطرق الكباري أو المسؤولين في الدولة نظرة الراحة اللي بتصوك من أولادنا غالية قوي الدم اللي بينزف على الأسفل غالية جدا لازم تنظروله بعين اعتبار وعندنا عندنا بطل الده أهلية الفريق كامل وزير طبعا المؤسس طبعا ده طريقه طريق بلده أكيد طبعا وطبعا نظرة من الفريق كامل الوزير لأن ده طريق المنصورة شيربين شرقي بيموت عليه نوعي لازم يكون في حل للسرعة على الطريق والعبور لازم يكون في حل طلبتك كلها فارقي الله يخليك فاعش للناس فحب فيها وانت بتطلبها فيها قلبه بينبض بحب أهلك وبلدك بقول لك بطلب تاني من السيد كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزيرنا اللي بنفتخر به طبعا ومصر كلها بتفتخر به وبنفتخر إنه من أبناء الدهلية بنقول له العزب يا معالي الوزير العزب أكسم بالله الناس بتموت بالليل على الطرق لما يكون عندهم شيتة أو أي حاجة ما بعرفه يطلع بولده مرور للعمار ما بعرفهوش حقيقي فالعزب الصغيرة عزب النصرة وعزب بلد زي البنديرة الطرق بتاعتها بايزة وعزب كتير حقيقي عزبة حمزة وعزب كتير جدا الطرق بتاعتها اللي بتعب مفيش حل بيحملوه على تورسيكل ويطلعو بيه على طريق كل طين على ما بيطلع من على الطريق يكون المريض حالته خطر جدا العزب محتاجة نظرة بالذات موضوع الطرق بالنسبة للعزب صدقني أنا أنا سعيد الله يخلي وعارف أن حضرتك هتتكلم من قلبك وعارف أن حضرتك كل الناس تبقى فرحمة بالحلقة وهيصدقوا اللي بتقولوا لأن انت راجل مصري قصيل فعلا متربي صح قوي علشان كده مش بيهمك حاجة خاصة بك نهائي لا 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 بيهمك كل الناس تبقى في أحسن حالة طبعا طبعا احنا عندنا أنا حضرتك حازم أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز المنصورة من عامل الحزب توجهات الحزب كلها اشتغلوا اشتغلوا مع الناس اخدموا الناس اتحركوا مع الناس احنا نفسنا فعلا نفسنا فعلا بلدنا تتأد فيه سلبيات لكن فيه إيجابيات كتير لكن احنا بنركز على السلبيات ليه عشان نعليجها عشان نعليجها شوف لها حلول عشان نعليجها أكيد أنا بطلب من السيد المحافظ الجديد بتاع المنهو الده أهلي النشيط الجميع المتحرك اللي حسسنا اللي هو طريق مرزول اللي هو طريق مرزول ناشي جدا اللي حسسنا ان فيه محافظ فعلا في الده أهلي ان فيه أمل يا أستاذ أسامة احنا اتحرمنا من المحافظ خمس ست سنين ما كانش عندنا محافظ صراحة بأمانة أنا ما شفتش محافظ الده أهليا السابق بعيني النهاردة أنا شفت اللوى طارق انت بتشوف اللوى طارق في كل شارع والله أنا معد مبارح أول مبارح من على طريق طناح لقيت الولد اللي شغال في مكان كده بيقول لي المحافظ معدي ويقول لي ما يعدي ما رايح يشتغل رايح يشوف فأنا كنت فرحان بطالب السيد المحافظ موضوع الكاردون يا سيد المحافظ هو بس أنا عايز أقول لي حضرتك حاجة هو اللوى طارق مرزوق حسسنا فعلا ان ده الدور اللي المفروض يقوم بيه أقل حضرتك مع احترامل حضرتك سيادة اللوى محافظة دقالية موظف بتخدم المحافظة هو عمل كده إنما ممكن حد تاني كان عامل حواليه نفسه هالا غير عادية إننا في كوكب تاني انت جاي انت وغيرك كمسؤولين تخدموا الوطن ده تمام بقول للسيد المحافظ طارق محافظ دقالية يا فندم يا فندم نتمنى تكون سعد الشيربيني تاني اللوى سعد الشيربيني نتمنى تكون اللوى فخر الدين خال دول محفورين في وجداننا وفي قلوبنا لأنهم خدموا بلدهم وخدموا الدقالية وخدموا المحافظات اللي مسكوفان اللي هو فخر الدين خلى بور صعيد جن فالنهارده نفسنا تخرج لنا الكردون بتاع المباني يا سادة المحافظ تفرج عنه بتاع القرى في تصوير وفي الناس عمل تصالحات ودفعت فلوس نتمنى لإني فيه شباب عايز تجوز أهليهم مش عارفة الدنيا مقفولة والكردون من سنوات طويلة ما فيش جديد ما فيش طيب الناس تروح فيه ما فيش مكان ما فيش مكان أنا عازي اللي ابن شقة مش عارف طيب أنا عند أرض دفعت علاية الصالح وعاوز الكردون بتاعي يطلع يا ريت يا سادة المحافظ ده موضوع مهم جدا ومطلب كل بيت بيمس كل بيت في الدقالية إن شاء الله هو دينا الأمل اللي هو طارق مرزقه بصراحة ومن هنا بنحيي من برنامج أهل بلدي كهود بنقوله خليك زي ما أنت يا سادة اللواء ناشط مكتهد وإحنا دعمين حضرتك إعلاميا ده الدور اللي حضرتك المفروض تقوم بيه وكل محافظ أو وزير المفروض يقوم بيه يبقى فوصة الناس عايز تقول حاجة أخيرة عاوز أقول عاوز أقول إن الجهود الزاتية في القرى الجهود الزاتية في القرى مستعدين لأهالي القرى تبني مدارس تبني مستشفيات وتعمل كل حاجة للدولة بقول للدولة القرية اللي تلمي مليون الدولة تدهي مليون بس اسمحوا لهم إن هم يبنوا اسمحوا لهم بس سهلوا لهم الإجراءات إن هم يعملوا الناس هنوفر 50% من ميزانية الدولة إن شاء الله وتحفز الناس زي ما حالك بتقول أنا مكتهد وجمعت مليون هتديك مليون أنا مكتهد وجمعت عشر مليون هتديك عشر مليون يبقى الدولة بتوفر نص التكلفة وأتمنى معلش سريعا يا أسدان تفضل يا حبيب الجهود الزاتية مهمة جدا السيد المحافظ بقول له نمي فكرة الجهود الزاتية في القرى القرى فيها ناس معها فلوس يعني بعض الناس مليونورات عندهم السعيدات يدفعوا لبلادهم انزل حط إيدك مع الناس دي وشوف الدوم تمقنينة أيوة اللي البلد تعمل 50% تقوم ب50% والدولة تقوم ب50% وفر نص ميزانية الدولة بقول للسيد المحافظ نطلب من حضرتك بالذات الدعم الجماهيري أو الدعم المادي لمركز لشبان بدواي وشوها نادي شبان بدواي أكيد بمسلوا دي أهلية ونادي شوها ونادي المنصورة أكيد ونادي المنصورة وكل أنديتة دي أهلية المحافظين السابقين قبل كده يعني من عشر سنين كانوا بيدعموا الأندية دي وكان عندهم استمراري الأندية الشعبية ما عندهاش مصادر الدخل نتمنى من المحافظ يدعمه نتمنى من المحافظ يدعمه أكيد حاجة تانية معلشي أخير يا حبيب مركز محل الدمنة تمام مركز على الورق اسما فقط وليس به أي خدمات نتمنى مركز محل الدمنة تكون فيه خدمات إن شاء الله إن شاء الله طلبتك كتير وحوارتك جميلة وإن شاء الله تبقى معنا حلقات وحلقات إن شاء الله ومنور الدنيا حبيب طبعا لازم نشكر فريق الإعداد اللي جل نهارده حداك شفتوا كنت ساعدني جدا بدءا من الأستاذ مصطفى نجا المتفانع عشقا حبا في برنامج آلي بلدي والشاب الجميل عبد الرحمن النقيب والمعدات اللي رائعات لها حداك شفتهم إن جي منتصر وطبعا النهارده الأول مرة موجودة معانا مروة مروة جمال اللي بنقول لها كل سنة وانت طيبة ومعانا آيات وائل النورة الدنيا النهارده مجموعة شباب جميلة جدا ومعانا خالد أنور النهارده برضو الأول مرة معانا مجموعة أكثر من رائعا ومعانا ريم منتصر وهدان يا رب ما كونش نسيت حد لأن فعلا فريق إعداد قوي والنهارده اللي اعتذروا بنقول لهم احنا تقبلنا الاعتذار وتمنون عليكم وترجعوننا بألف سلامة وطبعا مين معانا شاهدي طبعا جميل طبعا جاية من المنوفية شاهدي جميل جاية من المنوفية مخصوص بقول لها حمد الله على السلام نورتي الدنيا النهارده برنامج أهل بلد يا أستاذ أسامة بيقدم محتوى راقي قوي بيقدم ضيوف بحجم حضرتك بيناضل ويجاهد أنه هو يبقى له الريادة والسيادة بالأهداف الراقية بالمحتوى الراقي بالمحتوى الهادف بالنوبة فعلا صوت كل ولاد بلدي من هنا الحلقة عدت سريعة مع حضرتك الحوار كان شيء وراقي ويرب المسؤولون ينظرون بعين الجدية والرحمة لكل الطلبات اللي حضرتك قلتها واتم على خير بشكور يا كواستاذ حازم حبيبي وبشكر فريل إعداد ونتمنى يتكرر اللقاء إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي وكل سلام حضرتكم وحضرتك طيب وتمنى أتمنى أتمنى إن شاء الله يكون مركز المنصورة ومحل الدمنا في القمة إن شاء الله في القمة ودقالها كلها في القمة وفي الآخر بنقول لمروة جمال كل سنة ونتيبها عيد ميلادها وبنقول يا أستاذ أسامة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر